هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي التي ينقل الإنسان فيها المعلومة وهو صامت ويكتب الله عز وجل له من الأجر العظيم الذي لا يعلمه إلا إذا لقي الله عز وجل ووجد ميزان حسناتي مثقلاً بهذا العمل النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء في أناس أخفياء في أناس غير معروفين عند الناس لكنهم معروفون عند رب الناس عند إله الناس سبحانه وتعالى أشخاص بسطة عاديين يثق بعالم، يثق بشيخ بمفتي مثلاً يأخذ الفتوى ويوزعها عبر هذه الحسابات وتنتشر وينتفع الناس يعني يتفاجأ بعض الناس يقول والله أنا ما كنت أدر إن هذه سنة يتفاجأ بعض الناس يقول والله أنا ما كنت أدر إن هذا غلط الحمد لله الذي علمنا وبعض الناس يقول أنا والله ما كنت أدر إن هذه بدعة تبين أنها بدعة وبعض الناس يقول الله أنا كنت غافل ما أدري أن هذا العمل يسير فيه الأجر الكبير تخيلوا هؤلاء الذي يمكن يصلهم إلى ملايين الأجر يصب في ميزان هذا الذي نشر هذا الخير دل على هذا الخير والهدى في ميزاني حسناتي من دون أن ينقص من موازيني من دون أن ينقص من أعمالي من عمل شيء هذا من فضل الله عز وجل